السلام عليكم شرحنا النهاردة هيكون عن طريق التسميد النبات بالكمبوست ازاي النبات بعد ما كبر عندي اسمده بالكمبوست اللي هو السماد الادوي اول حاجة هتجيب القصيص بتاعك زي كده ده قصيص في كوليوس وده الكمبوست الكمبوست ده سماد نباتي يعني معمول من اوراق الشجر ومن البوائي بتاعت المطبخ طبعا نجيبه جاهز وبيبقى سماد معالك حياريا عشان ما يبقاش فيه بزور حشائش وكده طبعا السماد ده بيبقى موجود في المشتل او موجود اونلاين عن نت او موجود عند بعض محلات مواد الزراعة بعد الزراعة بتجيب حاجة زي كده وهتحط شوية يعني هتجيب اي حاجة زي كده ده زي كده وتحط شوية زي كده شايف شوية قدي هتحطهم كده على صحة التربة بالشكل ده وحتجيب حاجة زي كده بالراحة واحدة واحدة تحاول تقلبه في التربة بالشكل ده ما تغرساش تحت كتير عشان ما توصلش الجدر للنبات واحدة واحدة كده تحاول تدخله في التربة منها هتعمل عملية تهوية لسطح التربة وده المفروض تعملها مثلا مرة كل اسبوعين او مرة كل شهر تنكش وش التربة كده ده مفيد جدا للنبات بس طبعا ما تنكش تكسر الجدر اللي كده بموت النبات وانا بأكد على حضراتك يا جماعة انه كترك اي سماد لو كترت منه ممكن يحرق لك جدر النبات حطوا كل شهرين مرة وممكن تستخدم اي محلول مغزم اللي هتلاقيهم في صندوق الوصف وحتلاقوهم في اول تعليق طبعا انا مغرس البتاع تحت ممكن لو انت مبتدئ اعمل بصبعة كده افضل وبعد ما خلصت ببقى بالمنظر ده هبتدي اسق التربة ودلوقتي هيكون جاهز معنا السماد اللي هو هيتحلل ان شاء الله في التربة وحيبتدي يفيد النبات ان شاء الله ومش بس كده ده هيحسن التربة الزراعية نفسها السماد مفيد للتربة ومفيد للنبات الخطوة اللي جاية دلوقتي اللي انت بعد ما تعمل كده بتسق النبات عادي ما فيش اي مشكلة طبعا ده ورق شجر عادي سيبه ده سماد ما تشيروش ترميه اما تلاقي ورق شجر واع كده سيبه والمفروض كل اسبوعين او كل شهر تعمل عملية تهوية لسطح التربة كده يعني منها تهوية ومنها عزيق لو في مثلا اي حشاء الشلة الحاجات ده كلها بتحسن الزراع معاك وبتخلي النبات جيد وكويس وبصحة كويسة بعد كده حس النبات دي يا جماعة مية عادية بس هي القصيص على شكل فيل طبعا مش حسك كتير عشان ما بوصي المكان طبعا لما اطلع بره هزود المية لحد ما تطلع من فتحات الصرف فمن الافضل انت كل شهرين سمت بنفس الطريقة دية النبات هيكون قوي وكويس معاك وممكن بعد كده مرة كل 15 يوم تدي له محلول اللي هو الخميرة او اشور الموز اللي هسيبهم لك تحت هيبقى النبات معاك 10 على 10 يعني النبات هيبقى صحته كويسة جدا لو انت عاوزت تحط معاك كومبوست فيرم كومبوست عادي يحط معاه بس شوية صغريم ما تقطرش علشان ما تموتش النبات واي حد عنده اي استفسار يسيب لي تعليق وانا ان شاء الله هرد على حضراتكم ويا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير ولو كنتم مش مشترك معانا يسعدنا انضمامك معانا في القناة والسلام عليكم اشتركوا في القناة